قرارات متأخرة وتدابر وقائية مستعجلة تحاول السلطات في محافظة أبيان اتخاذها لمنع وصول فيروس كورونا بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت مع هذه الحالة ربما لم تعد المحافظات الباقية بمنع عن انتقال الفيروس وهو ما دفع السلطة المحلية إلى إغلاق المنافذ البرية مع المحافظات المجاورة وتشديد الرقابة الأمنية على السواحل البحرية لمنع دخول المهاجرين الأفارقة نحن على قدم النوساع نحاول أن نرفع من جاهزيتنا سواء كان في المرافق الصحية أو في مراكز العزل في المديريات وإن شاء الله ربنا يقنبنا هذا الوباء التدابير الاحترازية التي سارعت السلطات إلى إعلانها ما تزال منقوصة في ظل ضعف مستوى الإمكانات الصحية وتأخر وصول المعدات الطبية الخاصة بتجهيز مراكز العزل والمحاجر الصحية بالإضافة إلى تصاعد الغضب الشعبي في مدينة زنجبار ورفض المواطنين إقامة مركز العزل في مستشفى المدينة بالنسبة للأهالي أنا أطمن الأهالي أن هذا المحاجر هو محاجر مديرية فقط وأن هذا المحاجر بيكون الحالات المشتبهة فيها فقط وسيأخذ المشتبه فيه إلى المحاجر وسيعملون لها الفحوصات اللازمة وبعدها سيقادر إن كان لا يقدر لديه الوباء سيقادر إلى منزله وإذا يقدر لديه الوباء سيقادر إلى مشفى الرازي إلى المحاجر المركزي أمام خطورة الوباء الذي بات وشيكا تبقى الإجراءات الاحترازية لمواجهته في محافظة أبيان محدودة جدا حيث اقتصرت معظم الإجراءات على حملات التوعية ومبادرات شبابية لنظافة الأسواق في المدن الرئيسية في حين لم يستجب المواطنون لقرارات حظر التجوال ومنع التجمعات السكانية في الأسواق ما تسبب في إلغائها بعد يومين من صدورها لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان